بعدما تسول اللبنانيين الأدوية المال والحليب من المغتربين وصلت الشحادة إلى المؤسسات الرسمية وبشكل رسمي وواضح فبتاريخ 15 تموز وصلت المراسلة رقم 6 على 13 إلى الدائرة المالية بوزارة الخارجية موقعة من وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عقر ما فدى الطلب من البعثات اللبنانية بالخارج إرسال بصورة شهرية وكحد أدنى 200 دولار أمريكي حرفياً تم الطلب من رؤساء البعثات الدبلوماسية والكنسولية المساهم شهرياً ب200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الصعبة و100 دولار للديبلوماسيين الآخرين من كافة الفئات الهدف من المراسلة الطوعية تضامن السلك الإداري بوزارة الخارجية والمغتربين إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وبالتفصيل المقصود توزيع هذه الأموال شهرياً على كافة الموظفين الإداريين العاملين في الوزارة ضمن توقيعهم إشعاراً بالاستلام اعتباراً من شهر تموز 2021 كما يمكن للراغبين الاطلاع عليه من المعروف أن وزارات لبنان ومؤسساته الرسمية بتعتمد دائماً على القروض الأجنبية ودعم السفرات بمشاريعه ولكن أن تصل الأمور أن يشحد الموظف ريتبو وتتوسل الوزارات مساعدة المغتربين بسبب هيمنة حزب وسيستو فتوقفت المساعدات وزاد إزلال الموظفين